عقد الاتحاد المصري للأوراق المالية أولى جمعيات العامة عادية لانتخاب أول مجلس للإدارة برئاسة أشرف سلمان ومنقشة العقد النمطي الخاص بأمانا الحب ويعد الاتحاد المصري للأوراق المالية جهة ذاتية تنظيم وغير هادفة للربح تهدف في الأساس إلى الإسهام في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الدعمة لنشاط سوق رأس المال الاتحاد الأوراق المالية ده مؤسسة ذاتية التنظيم وفقاً لقانون 17 سنة 2018 الاتحاد عمل أول جمعية عمومية له في شهر 8 2023 بانتخاب أول مجلس إدارة منتخب للاتحاد يعني إيه ذاتية التنظيم؟ يعني الاتحاد بأعضاءه ينظم نفسه داخلياً ويرائب على نفسه داخلياً قبل ما الجهات الرقابية تيجي ترائب عليه ودي زي ما بيقولوا A-Level مرحلة من مراحل الرقابة الداخلية والرقابة الذاتية اللي بتحسن السوق وبتبروتاكت الإنفسترز أو بتحمي المستثمرين من خلال المعاملات الكفتة ده دور الاتحاد الرئيسي في نطاق الدور ده الاتحاد بيعمل أشياء كثيرة جداً مع أعضاءه نمرة واحد بيعمل مصاق شرف مهني لأعضاءه نمرة اتنين أعضاءه كلهم بيوقعوا على هذا المصاق الشرف المهني نمرة تلاتة بيساعد على التوعية والتدريب واعتماد الجهات المختلفة للتدريب نمرة أربعة بيعالج المشاكل اللي ممكن تواجه أعضاءه بيحمي أعضاءه من أي ممارسات شايفها تدور بسوق المال وأيضاً من خلال هذه الرقابة الذاتية بيحمي المستثمر من أي ممارسات خاطئة قد تكون موجودة في السوق خطة الاتحاد إن شاء الله الفترة القادمة بيكمل الكاباستي بلدين بتاعته بيعمل نظام العمل الاسترشادي لكل السوق بيعمل قواعد السلوك المهني بيعمل مجموعة من الدورات التدريبية المطلوبة جداً للاختصاصات والوظائف اللي حيرخص لها بالهيئة أيضاً بيعتمد مجموعة من المؤسسات التدريب اللي تقدر تقوم بدورات تدريبية معتمدة بيعمل بروتوكولات تعاون مختلفة مع جامعات ومؤسسات تدريب محلية وإقليمية بيبدأ يخرج للاتحادات الدولية والعربية ويعمل معاهم نموذج تعاون مشترك بينظر في القوانين اللي محتاجة تعديل عشان بيقدر يكون إدعون لهيئة الرقابة المالية في هذا الشهر النهاردة احنا عاملين المؤتمر ده عشان نناقش بنود عقد نشاط أمناء الحفظ لأن هيئة الرقابة المالية في الفترة دي في إطار تنظيمها للسوق بتعتزم أنها تعمل عقد جديد استرشادي أو تضع عقد استرشادي لهذا النشاط اللي هو نشاط أمناء الحفظ الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة اشتغل على فكرة أن احنا نجيب كل أعضاء السوق وكل الأطراف اللي بتمارس نشاط أمناء الحفظ ونشترك معاهم في إعداد نموذج للعقد عشان نبعثه للهيئة ونقول لها ده الإطار اللي احنا بنتعامل فيه فعليا تبقى للحالات اللي احنا بنمارسها مع العملة وبنقابلها يوميا مع العملة ومع الجهات والمشاكل اللي بتواجهنا في السوق فده الإطار القانوني للتعاقد مع العميل اللي احنا عايزين الهيئة وهي بتعمل العقد الاسترشادي تشتغل في ضوء ان احنا ده ممارستنا الفعلية للنشاط ترجمة نانسي قنقر